ده اللي هتقرر من القرعة والدكتور محمد شاوي رئيس اللجنة الطبية للنادي الاهلي بيتابع الملف الطبي باستمرار وبيعقد اتصالات مستمرة مع أعضاء البعثة اللي تقرر سفارها يوم 28 إن شاء الله أكد الدكتور محمد شاوي أنه نظام الكابسولة الطبية اللي حيدخل فيها الفريق أو البعثة فور وصولها عبارة عن تغليف كامل لمكان إقامة البعثة محدش هيخرج منها حتى نهاية البطولة بما يضمن سلامة كل أفراد البعثات المشاركة إن شاء الله قال إن فندق إقامة بعثة الاهلي لن يستقبل أي ضيوف من الخارج علشان كده الإخوة المصريين والعرب المقيمين في الدوحة واللي عندهم أمل يلتقوا بعثة الاهلي الأمر لازم يكون في اعتبارهم إن دي الإجراءات الطبية المشددة من قبل الفيفا واللجنة المنظمة وقال إن البعثة هتخضع لمتابعة طبية يومية لحين موعد انطلاق البطولة البعثة لن تغادر غرف الوصول لقطر سوى بعد 12 ساعة لحين إجراء مسحة طبية تانية يعني بعد الوصول في مسحة طبية 12 ساعة في الفندق ثم مسحة طبية أخيرة ودي كلها إجراءات احترازية مشددة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر